أول شي علينا أنه نحن نحفظ هيدا الفرب نعرف كيف نصرفه لأي طريقة أنا فيني صرفه من بعدين إذا علينا نعرفه الرول بتقول أنه مع فار أنا بحط بس دو و دو لا و دو الأبوستروف فقط لا غير تمام؟ يعني مثل شو؟ مثل لما أنا بدي يقول أنا أمارس التنس فبقول جوفي دو تنس لأنه كلمة تنس مذكر مفرد ناتسيون جوفي دو لا ناتسيون ایکتاسيون دو اللیکتاسيون طبعا هون إي ترجعوا بيذكركم أنه هي دول أدوات التجزية اسمون الدو والدو للأبوستروف والدو لا إذا نحطوا بجمله وحوالنا هي الجمله لالنغатив form طبعا الدو والدو للأبوستروف رح تتحول أولا د دعفوة أولا دي أبوستروف یہن إحنا بناعرفها بس عم يرجعوا يضكركم فيها إنه بما أنه هنه أدوات تجزيئة فنحن لما منحول هود الجمل على فراز نيجاتيف يبقى هودولي أدوات التجزيئة اللي هنه دو ودولة رح يتحولوا لدو ود أبوسترو سفا ما عدا تبقى دولة التجزيئة كما هي إذا كان النفي لا يقع على الفعل يعني مثل هون تيين فار دولة بوكس طبعا هون الدولة راجع على الفار مش للفعل أم أوكي مش مش لأنتبهوا منه منه لفار راجع على الأم لأنه الفار دايما هون إذا مش مصرف ما بيكون إلو صفة غير لكسب معنى فلما بيكون الفعل أو عفوا أداة التجزيئة مش راجع واقع على هيدا الفعل واقع على أم واقع على أم يلي هو منه فار فبهالحالة بالنجاسيون دولة تبقى طبعا هاي دي كتير مهمة وركزولي عليّ لأرجاع عيدة بس خلوني أسحب شوي الشاشة مش لتكونوا شايفين أنا وين عم أحكي لفرضا يا صبايا نحنا عم نقول تيام فار دولة بوكس نحنا بنعرف أنه أدوات التجزيئة بالعادة بالنجاسيون رح يتحولوا أو لدو أو لدي أبوسترو فهيدي الرول اللي نحنا قرادة بنعرفها من زمان لحد هلا فهلا عم يأكدولنا إياها بس هون لما بتجي جملة بيكون هيدا أدات التجزيئة راجع لفرب أي فرب يا هلترة هل هو راجع لفار ولا لأم طب طبعا نفكر فيها منطقيا لو هي راجع لفار ما هو الفار مش حكم لأله لأنه مش مصرف يبقى دايما بالجملة الحكم للفرب المصرف للفعل المصرف طب هو فين الفعل المصرف ليكم فهذا هو راجع لأم مش راجع لفار بهالحالة لما بيكون مش راجع لفار أوكي ساعته أداة التجزيئة لا تتغير واضحة ها أوكي أسمع شرحي لي هالفكرة يلا من هون من عند فار أين أفر ايه لازم يجب بعدها أدرات التجزيئة آخر أداة التجزئة إذا ما كانت واقعة هيدا الأداة إذا ما وقع الفعل عليها أو النفي ما وقع عليها فإذا هون أنا ما قال عليها كيف يعني طبعا النفي هو ل مين بده يجي دايما بده يجي للفعل المصرف يعني طلعوا هون هون لما حطينا الفرب فار يجي قابلوا النو والبال لأنه هيدا مصرف فبما أنه الفرب فار هو اللي أكل النفي يبقى أنا هحول الدو لدو بالجملة الثانية كمان فرب فار هو الفعل المصرف اللي يوضع بين نو و با فإذا برضو الدو الأبوستروف رح تتحول لدي أما هون فأنا لما بجي قولت يم فار دو لابوكس فأدوات النفي رح تجي عند الفعل الأول المصرف أما عند الفعل الثاني اللي هو شو بيقولوله بالمصدر طبعا دايما نحن بنعرف أنه النو والبال تأتي إلى الفعل المصرف فإذا بتجي النو والبال عند الفعل المصرف يلي هو أم وبهايد الطريقة بما أنه النفي مطال فرب فار يعني مقرب أوكي مقرب على فرب فار يبقى أداة التجزي أدلة رح تبقى أدلة جمانا عادي لي بس هالفكرة يا جمانا هايد الأخيرة جمانا جمانا معنا ولا خرجت يا جماعة والله شكلها خرجت طيب سلمة فيك تشرح إلي إياها آآ فين يا مسأل هي بتاعت آآ آخر وحدة حبيبي آخر وحدة هيدي ليكي مطرة ما حطيت بلاس تمام اوكي عندنا يعني اللي هو فعل فار دة بيتحول اللي هي أدوات اللي هي دو ودولها المهم يعني اللي هي دي تمام اوكي آآ اللي هي دي اي ream صحيح آآ وله هي أدوات اللي هي التجزي أدي يعني هي بتفضل يعني زي منها الوبزة بس إذا كان النافي لا يقع على فعل الفك يعني لو هو فعل الفك ده يعني أنه مش فعمل حتة دي هو النافي إزاي مش بيقع شفها شوفي يا لكن دي تقريبا التية بس التية شوي مثل خطة هو شوفي كيف سلمة بهاي الجملة لما أنا بدي حط نفي فيها أول الشي بيقولولك أنه النافي بتركض على الفعل المصرف أي دي معروفة يعني على الفعل فعل طب أنا هوني في عندي اتنان فعل في عندي فرب أ وعندي فرب دو طب بالمنطق نحن بنعرف بتيجي عند الفعل المصرف ولا عند الفعل المصدر مصرف إيه سمعتك يا جمانا يلا ولا يهمك أوكي على المصرف طيب يبقى مين المصرف بين الفعلين أم ولا فار آآ فار لا فار بالمصدر آآ شوفي آآ سلمة لا لا ثانية 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 أولي يا مسؤول أوكي سلمة شوفي آخر جملة شوفي يا لآخر جملة هايدي هون اللي بالروج تي يام فار لابوكس آآ مين لأي فعل اللي مصرف هو أم ولا فار اللي صرفو آآ أم ولا فاء آآ لا اللي هي الأولين اللي هي أم رافو هي أم طب أنا يبقى لما بدي حط اللي نيجاتيب فور بدي حط النو والبا مع مين يا سلمة مع المصرف المصرف الواقع أيوة فإذا أنا حطيته مع أم هل النفي إجا على فارش يا سلمة لا يبقى للدولا اللي هي أداة التجزيق رح تبقى زي ما هي تمام يا مسلمة تمام جمانا فهمتي هايدي الفكرة ولا برجع بعيدا آآ أوليها ثانية مسلمة أوكي طيب هرجع عيد من الأول من أول البارت يا جمعة لما بيكون في عندي فارب فار جملة عادية فارب فار مصرف ويجي ورا أدوات التجزيق مثل دو دولا ودو الأبوستروف أكيد لما بدي يصير في نفي رح حولهم لدو ودو أبوسترو لحدهم ما في مشكلة عم بيقولولكن ولكن إذا كان إجتكن جملة فيها فعلين يا جمانا اثنين فعل الفعل الأول طبعا نحنا بنعرف لما بيكونوا فعلين الفعل الأول بيكون مصرف والتاني بيكون في المصدر طيب أنا لو نويت أني أعمل هاي الجملة بالنغة في فارب النبا يا جمانا أبتجي لعند المصرف ولا لعند الغير مصرف لعند المصرف صح يعني النو والفار حتحاوات الأم لكن طب هل قربت النو والفار يعني أدوات النفي قربوا شي على فارب ما قربوا عليه يعني ما إجوا حاواتو النفي ما إجا عليه بما أنه النفي ما إجا على فارب يبقى أداة التجزي أدلة حتدلة زي ما هي بالنفي تمام صبايا لو أنه في شي فكرة اليوم حسيتوها غليظة المرة الجاية برجع أنا برجع لكم كل شي مشان ترجعوا تتذكروا لأنكم أنتو أصلا اليوم كمان تعبانين فما تعتلوهم هلا الفرق أنه الفرب جوي شو بيخد يا صبايا الفرب جوي رح يخد أو ألا أو يبقى اللي فو أخد دو دو لا دو الأبوستروف هون رح يخد جوي أو ألا أو ماشي؟ طبعا الأول أولى مع المذكر المبدوء بساكن ألا مع المؤنث المبدوء بساكن وأذاك إكس للجمع في النوعين واضحة هالفكرة؟ تمام آخر فكرة بقى اللي رح أقولها اليوم هو أنه فرب براتيكي بتكون تعتبروا كأنه فرب أمي ليش؟ لأنه من بعد براتيكي رح تشوفوا أدوات معرفة أدوات تعريف لكو جو براتيك ل جو براتيك ل يبقى براتيك رح يختار أدوات المعرفة جوي رح تختار حروف الجر أو ألا أو وفار رح يختار أدوات الجر دو 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 الأبوستروف سا فا؟ أوكي سابايا؟ آخر شي رح أحكي لكم عنه هو هاي دي البارد أنه الأفعال نحنا قبل قيلينا إما بريفري أدوري ويتستي رح يجي وراهن أدات معرفة صح ولا لا يا أسمان؟ من شوي قلت يا صح الرياضات مثل الهوكي هاندبول ويوغا دايماً في قبلون لأ أو أو دو طبعاً هون لازم يتحفظوا يعني لأ هاندبول لأ يوغا لأ هوكي دو هاندبول دو يوغا دو هوكي أو هاندبول حسب الفعل اللي بيكون جاي قبله لو إجا أم يبقى حط ل لها ثلاث رياضات لو إجا في رح حط دو لها ثلاث رياضات ولو إجا جو رح حط أو لها الرياضة أوكي أما هوني الفرب اللي أ فبس استعمل الفرب اللي أ فرح حط كمان أو يعني أنا أذهب إلى فمنحط أو باسكت أو تينيس أو يوغا صفا صبا يا طبعاً أنا اليوم رح وقف أنا ما بالعادة وقف بهذا الوقت ولكن أنا حاسة إن كن أنتو تعبنين وصراحة كمية اللي أنا عطيته اليوم هو كيفي لألكم فالمطلوب مننا يا أسما ويا جمانا ويا سلمة اليوم الإشياء اللي رح أبعثها هلأ هلأ أنا حابعث لكم الكتاب ورح أبعث لكم كمان على الجروب شو لازم تدرسوا لو سمحتوا كونوا معي ماشيين مظبوط ماشيين متلقوا حالكن ما عم تستوعبوا الإشياء لما منوصل على الكتاب بالنص أوكي حدا منكم عنده أي سؤال لا إهمس تمام أسمى جمانا لا شو لا يهمس طيب تعب هذا الوقت فيكم قادرين تتحملوا قصة بس نقرأ بس الأفعال ولا حسين أنكم تعبانين شو حبيبي لا ما فينا رح ألك لاشياء أسماء بتكون تكونوا حافظين لنحل إذا مش حافظة ما فينا يحل للك لأنك بدك تواجه صعوبة كتير كبيرة إذا منك عارفة شو بدك تحطي أي أدوات سواء معرفة ولا أدوات تجزئة ولا شو ولا حتى إذا مش حافظة شو هن أسماء الرياضة يعني كل واحدة إذا كانت مذكر ولا مؤنس فهمت علي شو بقصود؟ يعني هيا الفكرة أنا كنت قادرة أن يحل وطبعاً هيكون الحل سهل ولكن إذا هلا حلينا بتكون تضيعوا أكتر وأنا هيدا المبدي إياه يعني مثلاً ليك يا سلمة أسماء شوفي أنا هلا مثلاً عندي هون أربع أفعال المفروض أن يختار واحد فيهم هتعرفي إذا أنت هلا بعد محفظتلي فوق هتضيعي فهمت شو بقصود؟ تمام طيب حدا حابب يقول أي شي يا جماعة ولا خلاص منقول إلى اللقاء وتروحوا بقى بترتاحوا نفس الشي ليك يا أسماء جوفي طب أنا بديكون حافظة شو بحط عن جوفي وشو عب حط عن جوان وفي وإمي فار هتنتي عليكي طيب يبقى هلا خلينا بس أنا قريت الكلمات بفتكر رح أبعت لكم هلأ الكتاب إذا الله راد وما تنسوا عنا صفحة الكلمات صفحة 11 لازم نكون حافظينها للمرة الجاية أوكي؟ يلا بتكون شي يا صبايا؟ شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم